اشتركوا في القناة تم الإجهاز على المكتسبات اللي عندي كانت تستقوت من هذا القوة اليومي بيدعوها أنه حارب الفراشة أولى كي تم إجلع الأخلاق الشارع من هذه الفراشة نحن في هذه الفئة التي في التنسيقية الوطنية المكوفة للمعطالين اللي معايا هاد الإخوان دياري جوكي سندوني تا هما عندهم شواهد تا هما معطالين كين اللي بهم تا هما كيمارس التجارة وفيهم احد الأخت اللي والبرح تم الإجهاز على المكتسبات ديرها اللي كانت ترزق منها اللهية وزدودها الكافيف هاي معنا وكان معنا واحد الأخ تا هو اللي تم تهديد ديالوغ من طرف سيد الباشا احنا كنندوا بهات السلوكات اللي كتمرت علينا بكولنا واحد الفئة مستضعفة فئة اللي تستحق العناية والكرامة وكتستحق أن تكون عندها واحد عدالة جزي معي فهنا في المغرب بلاد الحرية حق الإنسان احنا مكفوفين معطالين انا اولى الزوج ديالي يعني انا ناضلت اشيه 14 العام وانا كان ناضل بشواهد ديالي بديبلومات ديالي ولكن بدون جدواء من طرف الحكومة اضطرت انا والزوج ديالي يعني درنا فراشة جيد بسيطة جدا يعني باش نضبروا على لقمات عيش باش نضمنوا يعني العيش الكريم ديالنا وكي تجي لنا السلوطات يعني كي ياخدوا لنا هذيك سليعة ديالنا وكي ياخدوا وكي يديوها يعني من الطرف يعني كيف تنقولو احنا بالدارجة المخازنية وهدك يعني الباشا تقولوك ايلا بغيتوا سلعة ديالكم اتبعونا لعند الباشا يعني احنا بغينا شي حل بديل وما غدينش نبقوا نقلسوا في الشارع لانه دب احنا خك نقلسوا يعني مهدادين مهدادين يعني تقولوك لو خد قلسوا غدين ناخدوا لكم هذيك سلعة ديالكم المطالب ديان احنا سيدي احنا بغينا شي حل لحل شامل هاد الفيئة هادي لانها فيئة مهماشة فيئة ضائعة يعني كان طالبوا بالمسؤولين يلتفتوا يلتفتوا واحد التفاتق لهاد الفيئة هادي لانها فيئة ضائعة جدا ويعني احنا بغينا تشي حاجة من غير لقمة عيش ديالنا لغدا تضمن لنا العيش الكارية ديالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر